أهلا بكم في فقرة التحليل الفني الأسبوعية التي نراقب فيها أداء الأسواق والسلع خلال هذه الجلسة ينضم إلينا حبيب بعقيقي كبير استراتيجية الأسواق في التريد بيديا أهلا وسهلا حبيب وبداية الأسبوع نود الحديث عن بعض التطورات في الأسواق خلينا نبدأها من أسعار نفط وتحركات أسعار نفط خلال هذه الفترة كيف ترى تحركات أسعار نفط في حال أو في ظل حالة عدم وضوح الرؤية عموما في الاقتصادات العالمية صحيح هناك أساسيات متضاربة وهذا يظهر بالأداء الأخير للنفط من بعد الحركة الهبوطية الواضحة والقمم الهبوطية والقعان الهبوطية يتشكل حاليا أن نمط المثلث وهو عبارة أو يشير إلى حالة التوطيد الكونسوليديشن يلي عم تحصل اختراق صعودي لهذا النمط سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار باتجاه منطقة 80 دولار للبرميل كحد أقصى أما الاختراق الهبوطي سيؤدي إلى تراجع الأسعار باتجاه منطقة 67 دولار للبرميل التي تتمثل بهذه القعان الثلاث هو لمنخفضات العام الماضي اختراق هذا الحد ممكن يودي بالأسعار إلى منطقة 64 دولار التي تتمثل بهذه المنخفضات الأساسية لا أتوقع تراجع بالأسعار دون هذه المناطق ولا أتوقع ارتفاع فوق مستوى لـ 80 دولار نظرا للحالة التي عم بعيشها الأساسيات الموجودة في السوق أن الاضطرابات الجيوسياسية هي داعمة للأسعار كمان ثبات السعودي وأسرار السعودي لخفض الانتاج والتزام بخفض الانتاج من الناحية الهبوطية أن توقعات الطلب بطبيعة الحال توقعات الطلب المنخفض في هذا العام وأيضا هذه المنطقة منطقة مهمة جدا حتى خروج بعض الأعضاء أو أنجولة من أوبيك وزيادة الانتاج هو الانتاج العالي من الولايات المتحدة أيضا من النفط لذهب كثير من المستثمرين في الوقت الحالي في ظل الضبابية يتجهون نحو الذهب ويراقبون ويراقبون تحركاته إلى أين يذهب الذهب؟ أربع محاولات لاختراق منطقة الـ 2070 دولار للأنصة آخر محاولة كانت بنهاية العام الماضي صار في ارتفاع فوق هذه المنطقة ولكن صار في رفض سريع وعودة إلى دون مستويات الـ 2070 دولار مرة جديدة حاول الذهب يخترق هذه المنطقة ونشهد تصحيح هبوطي ولكن الاتجاه الصعد ما زال مستمر وإصرار المشترين بدعم الأسعار عند هذه المنطقة يشير إلى إمكانية اختراق منطقة الـ 2070 عموما حاليا عم نشوف رفض من منطقة الـ 2013-2022 دولار للأنصة يظهر من خلال هذه الشمعة الصعودي القوية تشير إلى عودة المشترين من جديد وثبات منطقة الدعم الحالي أتوقع ارتفاع من هذه المنطقة وععادة اختبار منطقة الـ 2070-2080 دولار للأنصة ومن ثم اختراق هذا المستوى سيفتح الطريق باتجاه مناطق مرتفعة جداً 2250-2040 يمكن نشوفها آخر السنة أرقام كبيرة؟ ما حدا بيعرف متى سنشوفها لأنه بحسب التطورات إذا فعلاً لجأة الفدرالي الخفض على المعدلات الفائدة وشفنا عوائد السندات ترجع إلى التراجع هذا الأمر سيكون محفظ أساسي للذهب. الاضطرابات الجيوسياسية أيضاً داعم التباطئ الاقتصادي. وفي حال دخل اقتصاد العالم بحالة ركود. هذه كل محفظات سترفع أسعار الذهب إلى الأعلى. في حال اخترقنا منطقة الـ 2002 دولار للأنصة منطقة 1975 ستكون هي منطقة الشراء الثالي. المعاكس اللدود لدهب الدولار. وتحركاته في مقابل اليورو. ونرقب أيضاً تحركاته في مقابلين. ولكن نبدأ من اليورو إلى أين يتجه اليورو في مقابل الدولار. في ظل أنه أيضاً البنوكة المركزية حتى الآن لم تبدي كل التفاصيل فيما يتعلق بحركة معدلات الفائدة. قوة الدولار التي بدأت هذا العام بسبب التراجعات القوية والتشاؤم الزائد عن الحدود. كانت ظاهرة على اليورو. الذي كان يتحرك بشكل هبوطي. ولكن حالياً اليورو وجد دعم عند المتوسط المتحرك لفتر مئة يوم. يحاول إيجاد منطقة دعم واستقطاب المشترين من جديد. هنا نرى الإطار الزمني اليومي. ولكن كريم إذا نرى على الأطر الزمني اللحظية. نرى نمط إنعكاس يعرف بال قاع المزدوج يكتمل على إطار الأربع ساعات. اختراق منطقة المئة وتسعة عشرية. هي مرتفعة اليوم. واختراق خط الاتجاه الهابط هذا. ستكون إشارة إلى دخول المشترين من جديد. ودعم الأسعار باتجاه منطقة المئة وعشرة. إعادة اختبار منطقة مقاومة صلبي. تخط هذه المنطقة سيرفعنا من جديد باتجاه المئة واثناش. ولكن هذا الأسبوع نترقى باجتماع المركزي الأوروبي. وسيكون هذا حدث أساسي. إما سيؤدي إلى الهبوط باتجاه منطقة المئة وسبعة خمسين. هي منطقة شراء مهمة جدا. أو ارتفاع من هذه المنطقة باتجاه المئة واثناش. تبزوج آخر نرقبه هو الدولار يين. أو خلال هذه الفترة. ونحن نرقب أيضا اجتماعات البنك اليابان بدأت اليوم. والقرار غدا. قد نشاهد تثبيت لمعدلات الفائدة. ولكن تحركات بنك اليابان قد تشير إلى بعض. أو حديث محافظ البنك يشير إلى تحركات ربما. نرى الآن على زوج الدولار يين على إطار الأربع ساعات. ليس على الإطار الزمني اليومي. يعني فينا نقول ميديوم ترم تايم فريم. أو إطار زمني متوسط. الحركة الصعودية واضحة. طبعا هذه الحركة بدأت من بداية هذا العام. تأثرا بقوة الدولار الأمريكي. حاليا نرى مثل راوندينغ طوب يتشكل. أو قمة دائرية. اختراق منطقة 147-65 إلى الأدنى سيشير إلى انتهاء هذا الرلي. وهبوط باتجاه منطقة 147 عند هذا خط الاتجاه الصعاد. ومن ثم منطقة الـ 61.8% ارتداد للحركة الصعودية كاملة. تقع عند منطقة 146. بحالة الارتفاع بعد إضافة صعودة. أتوقع منطقة 150 وهذا المستوى النفسي. سيشكل مقاومة ويؤدي إلى تراجعات أخيرا بيتكوين والتحركات التي شهدنا إيجابية في بداية العام. وقفزات قوية على وقع إدراج الصناديق المتدولة. ولكن شهدنا بعض التصحيح والتراجع كما تتحدث وتشير الآن. هذا التراجع يتوقف عند منطقة دعم مهمة جدا. هي منطقة الـ 40 ألف. وهناك معركة واضحة بين المشترين والبائعين. ثبات البيتكوين فوق منطقة الـ 40 ألف. سيؤدي إلى عودة الارتفاعات باتجاه الـ 44 ألف. نحن بقى أننا كثير فوق الـ 40 ألف. صح. ولكن بالفترة الأخيرة بآخر شهر ونص تقريبا. تم اختبار هذه المنطقة. عدة مرات وهي كانت مثل فلور صلب. لذلك أتوقع ارتفاع من هذه المنطقة. طالما هي تنجح بكبح الهبوط. دعم تأسس جيدا. اختراق الـ 44 ألف وخمسمية سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع باتجاه الـ 52 ألف. أما الكسر الهبوطي سيأخذنا باتجاه منطقة 38 ألف. هي منطقة شراء أولى. ومن ثم منطقة الـ 35 ألف. التي لا أتوقع أن نتراجع دونها. هي لكل الأشخاص الذين حابين يدخلوا بالبيتكوين. منطقة الشراء الأولى هي هنا. ومن ثم الـ 38 ألف وـ 35 ألف. شكرك حبيب. شكرا جزيلا على وجودك معنا. حبيب عقيقي كبير استراتيجي الأسواق في شركة تريت بيديا. إذن مشاهدين هذه نهاية فقرة التحليل الفني. ونذكركم دوما بأن هذه الفقرة وكل تحليلاتها تعود إلى المحلل الذي يتوجد معنا في ستوديو سيان بي سي عربية. وليس لأن أي علاقة قرارات البيع أو الشراء هذه نهاية فقرة التحليل الفني.